السلام عليكم هل نتكلم النهاردة عن فيروس كورونا حديث الموسم او حاجة اللي بقيت شغل للناس كلها وعملها رعب وفزع للناس كلها الاول ايه هو فيروس كورونا فيروس كورونا ده نعم الفيروسات بينتمي العيلة من الفيروسات اسمها الفيروسات التاجية او كرون فريدي ديت عيلة تسمت بالاسم ده لان معظم الفيروسات اللي تنتمي لها شكلها بيبقى عمل زي التاج اللي هو كرون تمام فبالتالي تسمع اساسه كورونا الاسم العلمي للفيروس هو كوفيد تسعتاشر تمام ده فيروس نوعه موجة هنفهم دلوقتي يعني موجة طيب ازاي الفيروس ده بيشتغل الفيروس ده لما بيخش الجسم بيقدر يقف على سطح الخلية بعد يجي او جاي عملية حقن للخلية تمام ويحل المادة الوراسية بتاعته جوه الخلية بعد ما يحل المادة الوراسية بتاعته جوه الخلية بيقدر اللي هو ينقسم اكتر من مرة وبعد كده يضاعف المادة المادة النووية بتاعته تمام ويكون لنفسه شريط سالب ومن شريط السالب ده بيقدر يصنع نفسه ملايين النسخ من الفيروس بعد كون جاي محاوط نفسه بغلاف ويضغط على جدار الخلية وينفجر عشان يضيع عشان يقدر يحقن خلايا ده تمام عماية النفجار ده بيسبب حاجة اسمها نكروزيس الموضوع ده احنا شرحناه في فيديو قديم تقدروا تشوفه على قناة المشكلة كلها هنا بتحصل في النكروزيس ازاي نكروزيس بيحصل او ليه يعني ايه قدرر النكروزيس على الجسم قدرر النكروزيس لو ممكن تدمر خلايا كتير الخلايا اما تدمر بيطلع من منها مواد ضارة بتأثر على باقي الخلايا بالسلم ممكن تعمل تفرض ممكن تعمل امراض زي ان في حيات الكورونا هنا مثلا بتسبب امراض التهاب رائقوي حاد ده تمام طيب ليه الفيروس ده خطير الفيروس ده خطير لانه بيختلف عن باقت او عن معظم الفيروس التانية انه ما بيحتاجش يستدعي الريبوسوم عشان يصنع بروتين او عشان يصنع نفسه فيروس الفيروس ده بيصنع نفسه بنفسه وبسرعة جدا جوه الخلايا فبالتاني ما بياخدش وقت فالنسخ بتاعته بتبقى كتير ففرصة الاصابة وصرعة الاصابة انك بيتحاقن بفيروس واحد في خلال فترة قليلة بتقدر انك تضاعف الفيروس ده كله ويتصل للملايين ويحقن غيره طبعا ويدمر كل مع كل خلايا بيخش رهب يدمرها وانتك بتخسر الخلايا دي كلها انها بتجددش في الحالة دي طيب ما فهمناش حاجة ايه المشكلة المشكلة لان عملية النكروزيز دي كلها ممكن تسبب امراض كتير امراض زي الالتهاب الرقى والحالة امراض زي فشل فشل رقى وانك الرقى بتبطيط بوز لانه بيوز الخلايا بتاعتها امراض مزمنة في الرقى بيجنب لهم سبب امراض تانية كتير زي ارتفاع درجات الحرارة لدرجات مميتة حرفيا وكانت طيب ايه الفرق بين فيروس كورونا والفيروس الانفيونانة beste المشكلة كلها في درجة الحرارة ويهرفع درجة الحرارة لدرجات مهولة فوق ال40 فانت فوق ال40 دي دي درجة الحرارة خطر عالجسم الجسم يخش بيحاول يرفع مندرجة الحرارة عشان ما يسمحش الفيروس قد قاسر فالجسم قاعد يتبال��서 هو ممكن يقتل نفسه نسبة هذا. turning 42 الطيب 40 الحراب موت للجسم بجهة للجسم خاصة الوظيفة الحياة فيك بتاعتها الانفروبانزة العادية لكن الحرابة مش شرط توصل لرقم ده ممكن تبقى تسعة وتلاتين او اربعين بالكتير تمام طيب اه من اعراض المشهورة جدا هو الصعال الجاف فيروس كورونا من اشهر اعراض انه بقى الصعال جاف مفيش بلغة تمام والصعال الجاف الحادي بيبقى مقلم جدا الشست او المنطقة المنطقة التنفسية بشكل عام فمن كتر الكاح كتير ممكن يسبب آآ التهابات وممكن يسبب آآ مشاكل في الزور مسلا او في السدر بسبب كتر الكحة لان البلغة من الحاجات اللي بتطورة طب برضو السدر شوية فبغير ما فيش بلغة كحة مستمر ممكن يسبب اصابة في المكان ده تمام نقول تاني تمام كورونا الاساس بتاعه بيصيب منطقة السدر تمام المنطقة دي بشكل عام كده طيب اعراضه بتكون صعال جاف مقلم تمام التهاب في المنطقة دي كلها تمام سخنية حادة هي دي اعراضه الاساسية تمام عشان ما نخلطش ما بينه وبين دور البرد العادي تمام دور البرد العادي اعراض عبارة عن رشح زكام آآ قحة اوقات ببلغم اوقات آآ سعال جاف بيخلص اساسا دور البرد العادي بيخلص من اتنين لاربعة ايام بالكتير قوي اسبوع آآ كورونا بيتم الاحساس انك آآ تعافيت منه في خلال اربعتاشر يوم لكن التعافي بيكون خلال تات اسابيع او ممكن اكتر يعني ممكن شهر تمام آآ فده دي الفروق الاساسية ما بين كورونا وما بين ايه دور البرد العادي يعني لو في سخنية دراكة الحوارة كاما لو فوق الاربعين لا انت كده في اشتباه في كورونا جدا ببطي يتعامل معه وتبلغ على الحادث ان في حادث واحد اتنين تلاتة والشخص ده ممكن يكون مصاب بكورونا لو دراك الحوارة تحت الاربعين بيبطي يتعامل معه بكايلنا ودور البرد عادي طيب ازاي بيتنقل بيتنقل زيه زي يدور البرد العادي برضو عن طريق التعامل مباشر مع الشخص المصاب النفس الرزاز بتاع الفم حد بيتكلم مسلا فممكن يطلع من بقه سوائل معينة فالسوائل دي ممكن تكون هو لو هو مصاب بكورونا ممكن ينقل لك المرض لو الرزاز ده حطه على سطح من الاسطح وانت المس في السطح ده بينقل المرض فبالتالي حتى الاسطح الصلبة بتساهم في نقل المرض والكده طبعا هو وسائل موساط العامة والكلام ده كله لو حد كح مسلا وساب الرزاز بتاعه ده ممكن يتنقل له اي حد تاني تمام طيب لحد فترة رائبة كنا بنقول ان كورونا مش مخيف كورونا فيروس عادي جدا فالسلينفوانزا اصعب منه لكن بعد تطور اللي حصل وبعد معناية منظمة الصحة العالمية انه بقى مرض بانديميك او مرض وباقي تمام بدأ الناس يبصروا بشكل مختلف شوية لو ما بقى مرض بجده جمعا موضوع خطير تمام طيب من الارقام اللي بتثبت ان الفيروس ده خطير جدا ان الفيروس الاول بدأ في مدينة وهو هنفي الصين تمام والحد الوقت يبصي العلد المصابين في العالم كله حوالي مية وستة الف ستمية وسبعة شخص في العالم كله مصابين بمرض كورونا تمام طيب نسبة الموت منهم مات منهم حوالي تلات تلاف ربعمية وخمسلاشر شخص على مستوى العلد نسبة الشفاء منه كانت حوالي خمسة وخمسين الف سبعمية تلاتة وخمسين شخص رقم عدد المصابين كتير رقم كبير جدا تمام لانه بيتنقل بشكل سهل جدا والاحتياطات مش محطوطة ليه بشكل كفاية في الدول اللي مفيهاش وعي فبقيت ايه ده ساهم في التشارة المواردة كتير طيب الارقام هعجب عليكم دلوقتي مجموعة ارقام عبارة عن معدلة الاصابة في اشهر او موظم دول العالم هنتكلم اول دولة طبعا نصصين هي بتاعت المواردة كله وصل فيها دلوقتي معدل الاصابة لواحد وتمانين الف ايه واحد وعشرين شخص تمام ايطاليا وصل فيها معدل الاصابة لسبعتاشر الف ستمية وستين شخص اي ايران وصل فيها معدل الاصابة لحدتاشر الف ايه تلتمية وخمسين شخص كوريا وصل فيها معدل الاصابة لتمانتلاف ستة وتمانين شخص اسبانيا وصل فيها معدل الاصابة ربع تلاف متين واحد وتلاتين شخص. اسبانيا وصل فيها معادل الاصابة لتلاف ستتمية واربعين شخص. الولايات المتحدة الامريكية وصل فيها معادل الاصابة لالف ستتمية تمانية وسبعين شخص. في الدول العربية معنا قطر وصل فيها معادل الاصابة لمتين خمسة وستين حالة. البحرين وصل فيها معادل الاصابة لمتين واربعين حالة. مصر وصل فيها معادل الاصابة المثبتة لحد الوقتي مية وعشرين حالة. وكان فيه كلام ان فيه حالات كتيرة ايه فيه حاجات حالات جديدة اتذكرت في مدينة بالاس لكن لسه ما تمش الاعلان عنها بشكل رسمي. بالنسبة تم اغلاق مستشفى بالاس العام لسبب الشك في صابت ناس في مرات كورونا فبتاعت قفت المستشفى ديات لان كانت فهم صابين. بس لسه الخبر مش متأكد فبالتاني مش هنعتم دقائق. طيب. ايه هو العلاج لكورونا? للأسف بالرغم من كل الاخبار اللي بتطلع الا ان مفيش علاج رسمي يعتمد انه ايه? انه علاج للفيروس. كلها علاجات عادية جدا معظمها انتفيرل عادي جدا زي اللي موجودة في السوق منتشرف السوق لكن مش متخصصة في علاج كورونا. ايه. الادوية العادية ادوية البرد العادية الكلام ده كله حاجات بس موجودة انها تقالي الاعراض مش علاج رسمي لكورونا. ما دوش اخد مسلا عملنا مصل القحل لكورونا. ليه? لان كورونا مشكلته انه نوع من انواع الفيروسات اللي هي الار ان ايه. الفيروسات الار ان ايه? لها او شريط مفرد بس من المادة الوراثية. مشكلة انها تتحور فيها سريع جدا. فانت صعب تجهز لها فاكسان سابت للتركيب ده كلها تتحور بشكل مستمر. طيب انا احمي نفسي منه ازاي? النظافة الشخصية. ايه النظافة الشخصية المتمثلة مسلا انك بتخسر ايدك باستمرار ما بتسمعش نفسك انك ايدك تتحط عليها تلمس سطح مسلا ملوز حتى لو مش ما انتش عارف هو فكره او لأ وتسيب نفسك كده مسلا وتتعامل مع جسمك عادي او وشك مسلا او طلب ايدك لبقك او لعينك. ده كله ضد النظافة الشخصية وده الحاجات اللي ممكن تكتر فرصة الاصابة فالسكروب. ايه انك بتخسر ايدك انك بتستخدم مسلا فوطة فيها كلور. طبعا الكلور ده بيكون مخافة بالنسبة معينة بس هو كل ما كان تركيزه اعلى. كل ما كانت فرصة احسن ان هو يقتل الميكروب. بس النسبة محدودة عشان ما يقزيش الايد او ما يقزيش الجسم. فوطة ملولة بكلور. متخفف بشكل معين ودورة تمسح بالاصطح. بيكون معك منديل بشكل مستمر في حالة الكحة والزكام. اه كحة والعطس. تستعمله وتخلص منه بشكل صحي. اه كحول او اي حاجة فيها كحول. لان في الظروف الحالية كحوليات نقصة. كحول سبعين في المية. ليه كحولي سبعين في المية? لان كحولي سبعين في المية دوت ده عبارة عن او مسبت. بنسميه عندنا مادة بتكتل او بتسبت للكعن ده في وضع معين. لا يقدر يتغزة ولا يقدر يعمل اي حاجة فبالتالي بيموت. وده يتخلص منه. تركيز سبعين في المية. اه اي حاجة فيها تركيز سبعين في المية او خمسة وسبعين في المية او تجاوزا ممكن انه وصل لخمسة وسبعين في المية ديت ممكن تستخدمها كوقاية او كحاجة تحميك وتعمل فكسيشن او تشتغل كفكسيتف للفيروس ده. وكا اي ميكروب دي قعدة سبت. تمام? فحاجة عدم وقت كحول انت بتشوف الحاجة اللي فيها كحول. ممكن تسبريهات اللي هي الرافرمات العادية او الكامدة كله بس بتشوف تركيز الكحول اللي فيها كام وتستخدمها. اه طيب قبلت انا شخص مصاب اعمل ايه? اتعد عنه خالص تمام? بتبلغ ان في واحد او حالة اصابة في المكان ده كزا. اه عشان نيجي تحطي في الحجر الصحي. الحجر الصحي ليه شكلين. اما في مستشفى اما في البيت. طيب لو في البيت هاي بعمل ازاي? في البيت انت بيتم عزل المريض في غرفة لوحده. الغرفة ده بيكون جديدة التهوية. تمام? بتدي له ادوية. عادية خالص هي ادوية البرد العادية. ده عشان تقلل الاعراض. اه تنزل الدرجة الحرارة عشان ما تعليش لدرجة المميتة. تقلل الاعراض القحة عشان ما تعملش ايه ما تعملش اصابات في الحلق. اه بتقلل الاعراض بشكل عامل. لكن ما بتعليكش المرض. المرض مفروض جهازك من نعب يعلج لوحده. طيب. جايين النهار ده نحزر من حاجة مهمة كدا. خبر لسه بقلو يومين. الايبو بروفين. او مجموعة اسمها مجموعة نانسترويدل انتي ارفرامات الدرجة. ديت مجموعة من ادوية مضاد الاتذهابات. ومشتهق مشهورة جدا او مسكنات مشهورة جدا في السوق المصري. تمام? مصور العالمي طبعا. منهم او اشهرهم البروفين او مادة الايبو بروفين. تمام? مادة البروفين او مادة الايبو بروفين من اشهر المواد اللي بتستخدم كخافة حرارة. طيب انا دلوقتي لقدرها جالي اصابة بفيروس كورونا. ماستخدمش ايبو بروفين. ليه ماستخدمش ايبو بروفين? لان ببساطة الايبو بروفين هيزود الفرصة. هشرح لكم سريعا موضوع يكون اكاديمي شوية بس لازم يعني يتشارح او يتفهم من خلاله. الايبو بروفين شغال على حاجة اسمها مادة اسمها مادة البروستاجلاندين. دي مادة مسؤولة عن الاحساس بالالم. ومسؤولة عن انها تحفز الرد الفعل للمناعي باللتهاب. لما بيخش مايكروب اي مرض الجسم. بتشتغل مادة ديت. بتبعت اشارة للجهاز المناعي. تعرفوا اللي فيه اصابة في المكان المعين ده. ولكن مسلا الايد. فمادة البروستاجلاندين دي بتبعت اشارة للجهاز المناعي بكده. فيعمل الجهاز المناعي يجئ. يعمل للتهاب حوالي المنطقة ديه. فانت لو فيه التهاب في المكان ده تتطمن. مفيش الاتهاب يقف في مشكلة في جهازك المناعي. لان البكتيريا داخلت مفيش حاجة قابلتها. فما حصلش الاتهاب ما حصلش حرقة. تمام? طيب انت دلوقتي بتشتغل عمادة بتوقفها. طيب انا دلوقتي الفيروس داخل الجسم. الجهاز المناعي ما فيش ما تمش تحذيره لان فيه حاجة مضرة داخل الجسم. لانك وقفت مادة بروستاجلانتين لا زي جهاز الانزار. طيب فبالتالي الفيروس هيشوف هيشوق طريقه في جسمك عادي جدا وينتشر ويسبب الاضرار كلها وهيبقى في مضعفات جدا كمان للمراد لان مفيش رد فعلي مناعي. فبالتالي يا جماعة بلاش مادة في حالة ازا تم اثبات اصابتك بالفيروس. مادة هي مادة كويسة جدا في حالات العادية. مع احتياطات طبعا. لكن مش كويسة خالص في الحالة لما كنت مصاب بفيروس كرون انت كده مفيش بتعالج نفسك. انت كده بتسبب تعجيل موتك. انت كده بتلغي حتى فرصتك الاخير من مجهزك المناعي يحل المشكلة مع نفسه. انت كده بتضمر نفسك. بلاش انزا كنتم صاب بفيروس كورونا. بلاش تستخدم مادة الايبو بروفين. مادة الايبو بروفين هتقتلك حرفيا. مش هتساعدك. تمام? ويفضل تستخدم في الحالة دي هتمادة البرستامول او اللي هو مادة اه اللي هي موجود في الاسبرين او الريفو المشهور عندنا في مصر او مشهور في الموضوع ده. الاسبرين او الريفو او مادة البرستامول. دول اشهر او افضل حاجات ممكن تستخدمها في حالة زي ديت. ما تستخدمش مادة الايبو بروفين ولا اي حاجة من علاجة بتاعته. واسأل الصيدالي. قل له انا دلوقتي لا وانا مصاب ببرا ايه يعني? ابعيد لي عن المجموعة بتاعت الايبو بروفين ديت وقريبها من المجموعات بتاعت المسكنات من دول التهبات او مجموعة نونسترويدا انتينفومات الدرج. ابعيد لي عنها لان انا مصاب كورونا. فبالتالي بعيدنا عنها. وما يكون حد رايح يجيب علاج ليك? قل له المعلومة ديت. لانك انت كده بتموت نفسك. دك انت حزين لازم يحصل. تمام? الاساس في التعامل مع اي مشكلة او اي وباء في العالم كله هي انك بتتبع لحتاطة اللازمة. حط اللازمة ازاي? بلاش? ترعب نفسك. الموضوع خطير? اه خطير. مميت? اه مميت. مش على المرضى اللي هما المناعة بتاعتهم ضعيفة او قبار السن. وممكن لو صاب انسان سليم بيها. وتم يعني اهمل في صحته. بيموت برضه. مش هقول لك لا مش هقول لك كانت سليم ده بعيد. طيب. الاطفال الحمد لله التروسات ازبتت نتاح تخمس سنين. سن خمس سنين مفيش اي اصابات بكورونا الاطفال. لحد اتناشر سنة حتى مصابين كورونا من الاطفال كان عام دراسة على خمس اشخاص. شخص منهم طفل منهم تحت اتناشر سنة. ما ازهرش اعراض اساسة لكورونا. فبالتالي كان المرض مشتعلش في جسمه. والاربع بيين ازهروا اعراض خفيفة. فتي حاجة تضمن الحمد الله ولادنا لحد سنة اتناشر سنة بخير. طبعا برضو مش هيمنعنا احنا اخد احتياطات اللازمة. دي اساسي من غراء اي حاجة. حتى لو ما فيش فيروس كورونا لازم اخد احتياطات اللازمة. بلاش اه شغل اللي هو الهرج والمرج والغيغة بتاعت ده في مشكلة ده في وباء ده انا اسأدوها ع نفسي ده انا اعمل كزا ده انا اعمل كزا ده انا لمي مثلا خمس اتناشر قحول علبة قحول من السوق ده انا البلد بتبوز لأ ده حياتي اولى بالعقل هتقدر انت تنجو وتخلي غيرك ينجو معك. وايلا هتموت انتو الاتنين? لو اتعملت مع الازمة بشكل صح ودرت تحل المشكلة بشكل صح وبشكل حضاري هتقدر توصل ويتعالج وتخف. اتعملت معاه بشكل سلبي هتسبب اصابتك واصابت غيرك وموت كنتو الاتنين للأسف بسبب الفيروس ده. فيا يا جماعة بالله عليكم. بلاش تتعامل بها مجيا. انت تعامل بالقيم العادية جدا بتاع الدين الاسلامي اللي هي النظافة العامة تحفظ نظافتك الشخصية لو لمس سطح شاكي كله ملوس او حتى اي سطح عقم ايدك كويس مثلا بدي طول او بكحول اسيلي مثلا سبعين في المية. وتعامل بهدوء تمام? صحتك اهم وصحت غيرك مهمة. لو تعملت بشكل سلبي هتضر نفسك وهتضر غيرك. وللأسف في النهاية هتموت انتو الاتنين. وهتسبب انتشار اكتر للمرض. مش هيتسبب اليكم. لو تعملنا بشكل حضاري هنعدي وهنقدر منحل المشكلة دي على الموضوع خطير. يا جماعة فبالله عليكم لتعامل بشكل حضاري. نفهم احنا بنعمل ايه? كونك هتاخد علبة كحول زيادة او انك تتخانق مع حد عشان تاخد حاجة اكل شرب كم ده كله وما ينفعش. انت ممكن ممكن تسبب نفسك دولار وتسبب موت الشخص ده اموتك وامرات تانية كتير. والعادة ضمتم سالمين. شخص درس النحن نطلق john moon roman المروض selوء احنا بناشى احناignon نطلق قطيرة شخص درسنQ ترجمة نانسي قنقر